ورجم فقرتنا الاسبوعية سيرة فن أمير الطراب العربي الفنان صابر الرباعي ولاد أي تونس مدريش يأكلونهم في تونس إش يشربون إش كل الأصوات حلوة رجالا نساء نذهب في هذا التقرير مع صفحة أطري صابر الرباعي بداية أهلا وسهلا فيك صابر يا أهلا وسهلا شرفتنا بسيرة فن الله يسلمك تسمعه فتنصت لنقاوة تشعرك بأن الموسيقى مازالت بخير يتربع في القلب فتتنفس خليطا من المشاعر في صوته ولد في صفاقص في الثالث عشر من مارس في جو كان لا يخلو من حب الموسيقى والفن وللطفولة ذكرى جميلة نذكر أول مرة أول مرة غنيت فيها ونذكر أول مرة اشتريت كامنجا عام 80 من العراق ما رجعني الطفولة بالعراق أول مرة سمعت صوتي للعائلة من وراء الباب فهذه اللحظات اللي أعطتني ممكن صاروا يغزروني أو يشوفوني بأنه ممكن يطلع منه فنان أو يعني موهبة فنية غنائية كانت بدايته الحقيقية في برنامج للمواهب كانت البداية الفعلية للناس تعرفت من خلاله على صابر ممكن يعني كموهبة صغيرة جديدة في عالم الغناء ومن ثم بدأ صابر يلفت النظر إلى موهبته وصوته القادر فبدأ بأغنياته الخاصة وأصدر أول ألبوماته سيدي منصور وهنا عرف مرحلة تغيير جذري في مسيرته الفنية الله الله يا بابا واسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا واسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك ندور يا بابا سيدي منصور حديث المشرق والمغرب كانت في وقتها هل هذه الأغنية التي حققت النجومية لصابر الرباعي؟ أولا منطلقة يعني من تراثنا من تراث حتى المدينة اللي أنا تولدت فيها من سفاقص بتوجه أو بفكر جديد توزيعيا من حميد الشاعري وقتها حافظنا عليها على خصوصيتها إقاعنا التونسي ومزجها بالحداثة هذا الشي اللي خليها أغنية انشهرت ممكن نصابر مش مشهور لكن الأغنية سيدي منصور ما تقول الله الله يا بابا تعرف الأغنية فيش واحد ما يعرفاش في رصيده الفني حوالي 12 ألبوما كل واحد منها كان يقدم صابر بطريقة مختلفة مجموعة كبيرة من الألبومات الناجحة تتالت الألبومات سنة ورا سنة وحققت نجاح كيف تعملت مع هذا النجاح وكيف خططت لهذا النجاح أيضا تنجح هذا توفيق بناء عند ربي سبحانه وتعالى أهم شيء أنك تعمل وتسعى إلى الوصول إلى النقطة التي حددتها بقطع ناظرة على نسبة النجاح المهم تكون حاولت أنت فأنك تغني اليوم صارخة أو تغني سيدي منصور أو تغني تحدى العالم أو تغني يعني كل الأغنية هذه تعطيك دفع دفع معنوية لا تكمل بالضبط بالضبط يعني خطوة مهمة جدا للنجاح للاستمرار في النجاح أحيانا ممكن تحصل دروب وهي طبيعي جدا يعني حتى تستفيد من أخطائك أو تستفيد في نجاحك لازم تستفيد من أخطائك سابر ربعي كم حققت من طموحك بالنسبة المئوية قدش حققت طموحك بالنسبة المئوية الحمد لله علي اللي وصلته الحمد لله علي يعني ما نقدرش نحدد بالضبط لأنه لو حددت ممكن نحط حد لنهاية يعني معينة فما نحبش نكون عندي خط نهاية فطموحي لا محدود لكن اعتبر أنه نسبة مهمة من طموحي حققتها وأهم شيء أهم شيء حققته هو كل حب الصادق اللي مبينه بالنس أهم شيء موسيقى للنجاح طعم خاص وخاصة أن الرباعي وقف على أهم مسارح العالم موسيقى المسرح حياتي طالما الناس جاتك وحبيتك وجاتك لا تسمع هي مش تسمع أغني أو اثنين مش تسمع الثابر في مجموعة الأغاني لكن بالنهاية المتعة الحقيقية هو اللي كان حاضر في الحفلة يخرج من الحفلة يقول واو ملا حفلة مش واو ملا أغنية فقط يعني يكون واو ملا حفلة موسيقى 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 وقفت على أهم المسارح ومن ما فيها مسرح الأولمبياء في فرانسا ماذا بعد هذه المسارح؟ نحب فالي دي كونغري في قصر مؤتمرات بفرنسا ممكن ممكن ألبيرت هول بغندم أخوة لك أنا الطموحي خيالي ما يقفش عند حفلة في مسرح صغير أو حفلة خاصة أو حفلة مش عارش أوه أنا نتمنى يوم الأيام نتمكن من أداء حفل كبير بإمكانيات تقنية كبيرة يوم الأيام إن شاء الله خلينا نحكي شوية عن مشاريعك القادمة شوية بتحضر في عندك سنجل في عندك ألبوم جديد منوع خلينا نحكي شوية بيصير عندي كم هائل من الأغاني اللي قاعد نسمع فيها بصراحة اليوم ما زلت مخترتش من نسبة كبيرة ما زلت مخترتهاش هناك تعامل جديد مع فنان مع كلمة لبنانية مع فنان لبناني صالح الكردي وفي اللحن والكلمات لأحمد ماضي من أول الأعمال اللي أنا شخصياً نشدتني نفس الشي أنا اليوم أبحث عن الأغنية الجديدة أبحث عن الأغنية الرومانسية والأغنية الترابية والأغنية الخفيفة والأغنية الخليجية المميزة الكلمة الجد جد جميلة ورائعة فما زلت في مرحلة للاختيارات بصراحة عند مجموعة ما زلت شكراً لك سابر لأن صوتك الدافئ يدخل إلى القلب قبل الأذن شكراً لك سابر وأهلاً بك في سيرة فان شكراً شكراً لك شكراً شكراً لك